وكأنهم لم تكفيهم رحلة النزوح والتشريد ومشاهد الحرب وأهوالها ليصبحوا فجأة مواطنين بلا هوية أو على الأقل هكذا تصنفهم السلطات في العراق تقرير جديد صادر عن كل من المجلس النرويجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية صلت الضوء على معاناة مئات الآلاف من النازحين والمهجرين الذين ما زالوا يفتقرون إلى الوثائق المدنية رغم انتهاء الحرب في مدنهم منذ سنوات طويلة أبعاد هذه المأساة كما ترى المنظمات الحقوقية تتجلى في جميع تفاصيل حياة النازحين حيث تحرم هذه الفئة المهمشة من القدرة على التنقل بحرية والحصول على الوظائف وتلقي المساعدات الإنسانية الضرورية بدءا من البطاقة التموينية الغذائية ووصولا إلى الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية اللازمة ويولدوا داخل هذه المخيمات البالية آلاف الأطفال بلا وثائق ثبوتية ليحرموا بذلك من حق التعليم إذ يؤكد التقرير أن ثلاثة أرباع الأطفال الذين شملهم الاستطلاع غير مسجلين في المدارس لافتقارهم للوثائق اللازمة أما عن الأسباب التي تحول دون منح هؤلاء النازحين الوثائق الثبوتية فتعود وفقا للمنظمات الحقوقية إلى شبكة معقدة من العقبات كالحواجز البيروقراطية والإدارية ونقص القدرات لدى مديريات الأحوال المدنية ومتطلبات التصريح الأمني بيد أن العوامل الأبرز وراء إقصاء النازحين بحسب مسؤولين في وزارة الهجرة في العراق تتمحور حول الخلافات السياسية وانتشار الميليشيات المسلحة في المدن التي يطوقها الدمار من كل جانب والعدام الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية